أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونبدأها بالعنوي من المواقع المحلية مواطن في صنعاء يوزع أطفاله بين الجيران بعد عجزه عن دفع إيجار المنزل العالم يمنع التظاهر والانتقال ينظم حشدا في أبيان ومن أخبارنا المنوعة خامنائي يرفض عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا من موقع الشاهد أو المشاهد نت نشر أخبارا تؤكد الحال الذي وصل إليه المواطن اليمني في تشرده سواء كان داخل بلاده أو خارجها نبدأ من صنعاء حيث تسيطر الميليشيات الحوثية فقد وزع أب أبنائه بين الجيران هربا من المؤجر وعنون الموقع حول الأب مؤجر يدفع مواطن لتوزيع أطفاله على منازل الجيران ضاقت الدنيا في عيني عبدالله الجماعي عندما أمهله مالك منزله في العاصمة صنعاء ثلاثة أشهر فقط حتى يجد منزلا آخر لأسرته المكونة من خمسة أشخاص لكن مدة المؤجر انقضت دون أن يجد الجماعي منزلا يواري فيه حزنة وبعد انقضاء المدة طرده المالك دون أن يكترث لتواصلاته بإمهاله وقتا أطول فوجد الجماعي نفسه وعائلته في الشارع مع أثاثهم المتواضع وبادر جاره باستضافته في شقة المكونة من غرفتين ووفقا للموقع فقد سكن الجماعي مع زوجته فيما وزع أطفاله على منازل جيران آخرين وعندما علم مالك العمارة رفض استضافة جاره له مهددا الأسرتين بالطرد ويقول الجماعي بمرارة في حديثه للمشاهد لا يوجد أقسى من عجزك أمام تشتت أسرتك والخروج من منزلك إلى الشارع مطرودا ومضطرا لتوزيع أطفالك في بيوت الآخرين الخبر الثاني طرد أيضا هو ولكن في بلد بعيد والمتضررون يمنيون بدرجة الأولى ووفقا للموقع طرد الطلاب المبتعثين من السكن الجامعي في باكستان وقال مبارك سفيان طالب دكتوراه يمني في مجال علوم الحاسوب مبتعث لدراسة في مدينة إسلام أباد أن السلطات الباكستانية قامت بإخراجهم من السكن الجامعي دون أن توفر لهم بدائل وأضاف سفيان للمشاهد تم إبلاغنا من قبل إدارة الجامعة بضرورة الاستعداد للخروج من السكن وأخذ أمتعاتنا الشخصية وإعطونا مهلة لا تتجاوز 24 ساعة موت جوعا في بيوتكم تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في موقع عدن الغد مضيفة في أجزاء من المقال على أوسع نطاق رفع شعار خليك في البيت في كل دول العالم كحل احترازي ناجع للحد من تفشي وانتشار وباء كورونا دول عظمى كأمريكا وفرنسا وغيرهما تكفلت بخدمة شعوبها وصرف مبالغ مالية للناس كمساندة في وجه البطالة والكساد الحاصل حكومات حقيقية حاولت توفير خدمات متعددة من أجل إنجاح الحجر الصحي والمحافظة على أرواح رعاياها لكن ماذا عن الشعب الذي غالبيته لا يملك قوت يومه يعاني بطالة وفقرا ومجاعة وسوء تغذية حتى معونات المنظمات تباع له في السوق السوداء موظفون بلا مرتبات منذ سنوات ولا دخل في أدنى مستوياته شعب يعيش تحت خط الفقر وخارج حقوق الصحة وأسفل حدود الوعي خليك في البيت تقال لأولئك الذين يأكلون السحط من ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية أما البسطاء الذين يخرجون من أجل توفير لقمة العيش لأطفالهم فلهم رب السماء فالحجر يحتاج إلى مخزون طعام وصحة نفسية بعيدا عن قلق الفقر والعجز تحاول ميليشي الحوثي جاهدة أن تبدو كدولة تفرض قوانين صارمة للوقاية من الوباء فتمنع التجمعات وتفرض الحجر الصحي في العراء على مئات الأسر وتظل الشرعية غائبة كعادتها لا يهتم الحوثيون إن مات اليمنيون في بيوتهم جوعا أو حصادا لوباء يكتسح الدول الكبرى عوضا عن بلد مدمر كاليمن شهدت اليمن على أيديهم وفي عهودهم المتلاحقة أسوأ النكبات ومات آلاف اليمنيين في مجاعات متلاحقة في زمن الآئمة ومخازنهم تمتلئ بالحبوب اكتسحت اليمن الأوبئة في فترات كثيرة وما زالت تجول فيها الأمراض المنقرضة بسبب سياسة الجهل والشعوذة والخرافة والتدمير الداخلي الذي ينتهجونهم في اليمن الإمامة وباء يجب القضاء عليه والحجر منه فقد أهلك من اليمنيين ما لم تهلكه كل الأوبئة مجتمعة أقر الدول العالم إلغاء كل تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين لكن هناك مجاميع مسلحة في اليمن ترفض هذا الإلغاء ولا تضع اعتبارا لحياة الناس ففي الوقت الذي تعد ميليشيات الحوثي للاحتفال وتنظيم مظاهرات في المناطق التي تسيطر عليها احتفالا ببدء الحرب مع التحالف العربي يحشد الانتقال ينصره في أبيان ووفقا لموقع عدن الغد تظاهر جماهيرية بالمحفظ دعما للمجلس الانتقالي وقال الموقع أن الانتقالي جمع أكبر عدد من أنصاره وأخرجهم في تظاهر صباح اليوم الأحد في مديرية المحفظ بأبيان دعما وتضامنا للمجلس الانتقالي والقوات التابعة له ويضيف الموقع طاف المتظاهرون الشارع الرئيسي لمدينة المحفظ حاملين الأعلام ورافعين صور الأسرة كما دع المتظاهرون إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة ميليشيات الحوثي التي باتت تطرق الأبواب الجنوبية بعد سيطرتها على مناطق شمالية منذ انتشار فيروس كورونا انتشرت الكثير من الإشاعات والخرافات وكل يجتهد من جهته وذلك يمثل خطرا على الحقائق التي تصبح ضعيفة أمام الإشاعة ففي اليمن ووفقا لموقع الصحوانت ميليشيات الحوثي تستغل كورونا لنشر الخرافة وخطباؤها الصرخة هي العلاج كما يقولون واتهم الموقع ميليشيات الحوثي بأنها تنشط في استغلال هذا الحدث للترويج لأفكارها الكهنتية ونشر الكراهية والخوف واليأس في نفوس الناس بغرض تجنيد المزيد من المقاتلين بحسب المعلومات الميليشيات تقوم حاليا بتنفيذ خطة إعلامية هدفها الرئيسي غرص فكرة العقوبة الإلهية المتمثلة بفيروس كورونا والتي لن تجد معها فكرة للبحث عن أي علاج أو لقاح يقي منها ما لم يسارع اليمنيون إلى التوبة خلال إصلاح الخطأ التاريخي والتوجه فورا نحو الجبهات استغل الحوثيون المنابر يوم الجمعة الماضية لتحريض على الدول التي قامت بإغلاق المساجد مؤقتا لمنع انتشار الفيروس من خلال تكفير قادة هذه الدول وعلماء تلك الدول ودع خطيب الجمعة بمسجد حمزة بن عبد المطالب في حي شرطون دعا إلى سرعة التوجه إلى الجبهات بدلا من الموت بسبب فيروس كورونا امتحان الإنسانية واستراحة الأرض تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها والذي جاء في مقتطفات منها حسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية فإن كوكب الأرض هو المستفيد الأول من التداعيات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا المستجد فقد أغلقت المصانع وأقفلت الملاعب وتحولت الساحات العامة إلى مراكز فارغة بعد أن كانت تعج بالبشر وبحسب تقارير من البلدان التي فتك بها الفيروس الخبيث فإنهم في الوقت الذي تصاعدت فيه أعداد الوفيات وزادت حالات المرض فقد شاهد الناس في وهان الصينية السماء صافية بعد أن كانت ملبدة بالدخان وأسمع أصوات العصافير بعد أن كان هدير المصانع وضجيج السيارات والتماعات أضواء الإعلانات هو ما يسيطر على المشهد ورغم الرعب والعزلة واندفاع الناس بشكل غريزي لشراء الأغذية ومراكمتها خوفا من الحجر والحصار والجوع وأعداد المرضى والوفيات فإن ظواهر إنسانية جديدة بدأت تنطلق من قبيل خروج الإيطاليين إلى شروفات منازلهم وحدائقهم للرقص والغناء والتعبير عن الرغبة في البقاء وإسماء الآخرين من المحجورين مثلهم أصواتهم وإعلان أشكال التواصل الإنساني من المؤسف أن الوباء كان مناسبة لدى بعض الحكام والنخب وحتى الجمهور لإظهار أصناف من العنصرية والغطرسة والرغبة في الاستئثار وإلقاء اللوم على أجناس وعروق وطبقات أو تبادل نظريات المؤامرة والتمسك بالعقلية الأمنية كما فعلت إسرائيل باستخدام تطبيقات للتجسس على البشر بدعوة كشف الفيروس وباعتقال سيدات طالبنا بإطلاق المعتقلين المهددين بخطر العدوى في مصر أو بتأكيد النظام السوري على خلوب البلاد من الوباء رغم تسريبات عن وفيات كثيرة في سجونه بالمرض وتحذير منظمة الصحة العالمية من انفجار لا يمكن ضبطه في سوريا واليمن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة من حالات فيروس كورونا في البلاد المعصولة تماما عن العالم بسبب الحصار الجوي لكن السلطات تخشى من أن البايروس الذي أصاب ألف شخص في الدول المجاورة لها سوف يصل اليمن نهاية المطاف وفقا لصحيفة ويست فرانسا الفرنسية والتي عنونت بايروس كورونا في اليمن موظفو الصحة يقومون بتنظيف شوارع العاصمة بمطاهر وقال تقرير الصحيفة الفرنسية والذي ترجم لصالح قناة بلقيس إن اليمن مهددة بالمجاعة وكانت أوبئة عدة قد ضربتها مثل حمى الضنك والكوليرا وتعاني هذه الدول من خلل في النظام الصحي وفاد تقرير اليمن يعيش بالفعل في عزلة كاملة تقريبا في ظل الحصار الجوي الذي فرضه التحالف بقيادة الرياض وقالت الطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرق بين الناس في شرق البلاد أو غربها أو شمالها أو جنوبها وفي هذا البلد هناك خوف كبير من رؤية كورونا يعبر حدود جيرانة حيث تم تزيل أكثر من ألف حالة قالت الصحيفة في صنعاء أغلق المتمردون المدارس والمطار الذي كان يستخدم فقط لرحلات الأمم المتحدة ولتوصيل المساعدات الإنسانية بالنسبة لآخر إجراء فقد قام العاملون الصحيون الذين يرتدون الأقنعة برشي المواد المطهرة في شوارع صنعام اعتابوا دموقراطيات أمام الأزمات تحت هذا العنوان كتب رياض معاصع اسمقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا هل الديمقراطيات الغربية منيعة ضد المطبات التي تصيب أنظمة الدول الأخرى؟ يجمع الباحثون السياسيون على أن أنظمة الغرب الديمقراطية سريعة العطب إذا أزمات كبرى تواجهها فإذا أخذنا مثالين للنظامين ديمقراطيين أوروبيين في إيطاليا وألمانيا نجد أن الحزب النازي والحزب الفاشي قد فاز بالانتخابات ولديهما شرعية ديمقراطية من حيث المبدأ ولكن تبين أنهما تحول إلى أكبر حزبين متطرفين وزعيمهما أدولف هتلر وبينيو موسوليني تحول إلى ديكتاتورين أشعل الحرب العالمية الثانية كما أن معظم الديمقراطيات الغربية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا لم تتخلى عن سياساتها الاستعمارية ومحاربة كل حركات التحرر وهي التي تؤمن وتدعو لاحترام حقوق الإنسان ومواقفها فاضحة بدعم إسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني وأخرها صفقة القرن التي هندستها الولايات المتحدة أو صعود اليمين المتطرف والشعبوي كما حصل مؤخرا في الهند واضطهاد المسلمين وهي التي تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم وأخيرا وليس آخرا موقف الاتحاد الأوروبي من اللاجئين ورفع الستار الحديدي ضدهم ومنعهم من تجاوز الحدود وإزاء وباء كورونا كيف تعاملت هذه الديمقراطيات فيما بينها خاصة أمريكا مع باقي الدول الأوروبية وعليه فإن الديمقراطيات الليبرالية الغربية وخلافها تشهد أزمة بنية حقيقية وهي تأي ذلك خاصة مع شقها الاقتصادي أيضا المعتمد على العرض والطلب ودعه يفعل دعه يمر والدعوة إلى نيوليبراليزم أي الليبرالية الجديدة ولكن هذه مسألة أخرى تبحث في مقالات لحقة إيران مستعدة لتضحية بمواطنيها مقابل عدم الحصول على دعم أمريكي وفقا لموقع دفاليون ألماني خامناء يرفض عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا واتهم زعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامناء المسؤولين الأمريكيين بأنهم كاذبون وظالمون معتبرا العروض الأمريكية لمساعدة بلاده على مواجهة فيروس كورونا أمرا غريبا ومؤكدا رفض آية أو أي مساعدة مقدمة من واشنطن وأضاف في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران في احتواء الفيروس وأضاف وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا من أن أمريكا هي التي أوجدت هذا الفيروس فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبول مكافحتهم للفيروس وأفاد أن المسؤولين الأمريكيين كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون ورغم وفاة المئات من مواطنيه إلا أن خامناء أعرب عن ثقته في قدرة بلاده على تخطي الوباء وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المسؤولين ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية ليوم الأحد فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب بايروس كورونا إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصبح العالم في حالة إغلاق فالأماكن التي كانت تعج بصخب الحياة اليومية وضججها أصبحت مدن أشباح بعد فرض قيود هائلة من عمليات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس إلى قيود السفر وحضر التجمعات العامة ويعنون البي بي سي بايروس كورونا متى تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها متى ستنتهي الأزمة ومتى نتمكن من مواصلة حياتنا يعتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة قد تعكس مسار تفشي المرض في غضون الأسابيع الـ 12 المقبلة لكن حتى إذا بدأ عدد الحالات في الانخفاض في الأشهر الثلاثة المقبلة سنظل بعيدين عن نهاية الأزمة فقد يستغرق إيقاف انتشار البايروس وقتا طويلا وربما سنوات ومن الواضح أن الاستراتيجية الحالية القائمة على عزل أجزاء كبيرة من المجتمع ليست مستدامة على المدى الطويل فالضرر الاجتماعي والاقتصادي سيكون كارثيا يقول كبير المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة البروفيسور كريس ويتي أنه وعلى المدى الطويل من الواضح أن اللقاح هو أحد سبل الخروج من هذا ونأمل جميعا أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن وتوقع أن يتوصل العلم إلى حلول على مستوى العالم الناس في دول مختلفة حول العالم محاصرون في منازلهم وممنوعون من الخروج وقد حاولوا التعبير عن أنفسهم من خلال الغناء وعزف الموسيقى الجهردية نشرت بعض الصور نتابعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتابعها في آخر جولة حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر